مساء الخيرة وصباح الخيرة الحسب الوقت اللي بتشوف الفيديو سماaki بركة عنا فيقتل الفيديو نريد ان شاء الله عن كلام راسم كثير جدا التقال عن فيلم سبيدر مان بيون جزوي وبلاش ان نت Vad�� � كلام legislativeOLD وفي البداية احنا عايزين نتكلم عن كلام큰 المنتجين الرسمي sole وكزالة ايضا كلام بتاع المخرج طوال كلام اللي قالوه عن امسفايدر مان كرس tragen او الكلام اللي هم تقالوه عن فيلم Ve d кар��들 في البداية اقول حاجة عن ماخير رسول't pawriter ان هو الجزء اللي جاي اللي هو باسم هيكون ده اخر جزء في خلال الافلام بتاعت يعني معنى تاني الفيلم ده هو اخر فيلم للثلاثية بتاعت ولكن على حسب الكلام اللي هم انقلوه بالنسبة لهم. ومعنى الكلام ده على حسب الكلام اللي هم انو اوضحوه بعدها ان هم مش هيكملوا في الافلام بتاعت التاني. هو اخر فيلم هيقفلوا به السلاثية بتاعت شخصية هيكون للفيلم بتاع بعد كده بقى لو الشركة عايزة يتكلم على اي نسخة نسخ ويحكوا القصة بتاعته زي بالزبط الشخصية بتاعت فالشركة او المخرج او ايا يكون من الشخص العايز يعمل كده هيعمل كده ولكن هم من برا عنهم الموضوع. يعني هم بالنسبة لهم هيكتفوا بالتلاتة اللي هم من عملوهم وخلاص على كده. تاني برضو المخرج قالها بشكل رسمي وكزلك برضو المنتجين ان هو بالفعل عندنا في مسلسل خاص للشخصية هو بالفعل اتعمل ولكن مش معروفة هينزل امتى? والمسلسل ده هيكون و هيكون برضو بتكلم عن القصة زي بالزبط اللي هو المفروض هينزل قريب اما الشهر ده او الشهر الجاي وهيكون بيتكلم عن القصة تاعت مايلز مورالس. متى كده عرفت انه في عملين ديف بقى على عملين دول الكلام الجديد اللي هو تقال دلوقت. زي ما قلت قبل كده احنا يبقى عندنا مسلسل للشخصات تاعت والمنتجين هنا بالفعل في نفس المقابلة اكدوا برضو ان هو المسلسل ده مازال لسه هيتعمل ولكن هم من دلوقتي مقافين الشغل عليه عشان الموضوع بتاع المظاهرات بتاعة الكتاب اللي موجودة دلوقتي هناك في امريكا. يعني بشكل عام المسلسل تاعة سبايدر مان نوار هيكون لايف اكشن وبالفعل اتاكد مية في المية انه كده هيتعمل. اما بقى بالنسبة للناس اللي هيكت بتقول من اللي ممكن يلعب الدور وهل نيكل اسكيتجي ممكن يلعب الدور لايف اكشن ولا لا? المنتجين لما هم انتسألوا على الكلام ده في نفس المقابلة قالوا انه كل شيء ممكن يحصل في خلال مالتي فيرس. وده معنا انه ممكن يلعب الدور بتاع نوار سبايدر مان. وهيكون كده هو لعبه وفي نفس الوقت برضو هو لعبه كذلك برضو عارفنا من المنتجين انه هم مفروغ كان فيه مشاهد ولكن المشاهد دي هي تمسحت من فيلم سبايدر مان اكروز سبايدر وعلى حسب كلامهم عشان هما ما حددوش بس هما قالوا مشاهد كتير جدا. كمان برضو ذكروا انه كان فيه شخصيات ولكن برضو الشخصيات دي هي وطبعا واضح قدامنا انه هم ممكن يكون المشاهد دي بتخص سبايدر مان توبا ميجوير او اندرو جوارفلد او توم هولند. واللي هم من اساسا من زمان جدا كان عليهم تسريبات على انهم هيظهروا جوه الفيلم دوت. وانا قلت لكم موضوع ده برضو اكتر من مرة انه هم انقيما هيظهروا في خلال اكروز سبايدر فيرس او بيونز سبايدر فيرس. يعني هم من في كل الاحوال هم من كده كده هيظهروا جوه الافلام مع شخصية مايلز مورالس. حيث ان الشخصية دي تنتهل مع توم هولند في العالم بتاع اللايف اكشن. ودلوقتي ينسيبه المنتجين والمخرجين وتعليبها نتكلم علي امي باسكال نفسها. دلوقتي امي باسكال اكدت مية في المية انه فيه فيلمها هيتعمل لشخصية سبايدر مان مايلز مورالس. والحسب اللي هيقلتهم فالفيلم ده هيكون مستكمل الاحداث بتاعت الانيميشن اللي شفناها جوه العالم بتاع سوني. اللي هو الطريقة تانية هيكون مستكمل للاحداث برضو بتاع سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. وزي ما قلت الكلام ده هو جاي من امي باسكال نفسها فهو ولا يعتبر هو تسريب ولا يعتبر ان هو اشعاعات. ولكن المشكلة اللي احنا شايفينها دلوقتي في الفيلم الخاص بتاع شخصية سبايدر مان مايلز مورالس. ان هي امي باسكال نسيت ان هي اتعرفنا الفيلم ده هيكون في العالم بتاع ال M씨 تابعحداث اللي عادة بتحصل. ولا الفيلم ده هيكون تابع الاحداث بتاع اللي ادى سوني. وبعده برضو ما تم الاعلان عن الفيلم الخاص للشخصية تاعت مايلز مورالس واللي هو هيكون فيلم ليكشن. لان الممثل اللي هو بيعمل بتاع الشخصية. والله هو موري. صرح ان هو دلوقتي في الفترة دي هيبدأ تمارين عشان يحاول ان هو يوصل للشكل بتاع مايلز مورالس. ان على لحسب كلامه فيه احتمال ان هو ممكن يلعب الدور لايف اكشن. وبجانب النقطة دي برضو انت عندك هيلي ستينفلد اللي هي ممثلة بتاعت شخصية سبايدر جوين للحساب بتاعها الانستجرام نزلت صور وهي اللابسة هدومة عاملة زي الشخصية بتاعت جوين ستيسي بالزبط. وفي ناس كتير جدا انا اعتقدت الكلام ده على انه ممكن يكون تلميح منها على انها هتلعب الدور لايف اكشن. بدل لممثلة ايما ستون اللي هي كان عليها تسريبات ان هي هتلعب الدور ده من زمان. ولكن في كل الاحوال ده ممكن ان هي تلعب الدور برضو زي. وكزلك برضو شارك موريا ممكن يلعب الدور بتاع برضو في خلال العالم وبالنسبة برضو ممثلة من نفسها في اخر مقابلة لها لما حد عليناك كمان ممكن تلعب الدور. وبالنسبة للحوار بتاع الانها الممثلة دي هي لعبة الدور بتاع كيت بيشوف فازين هي تلعب الدور برضو بتاع فعادي يا كده ان احنا دلاتي موجودين في مالتيفيرس. وبجانب الموضوع بتاع مالتيفيرس انت عندك جواة فيلم شفت انه فيه نسختين منه مع انه هو نفس ولكن ده عشان حدس بسيط بس تغير. الاتنين يعتبروا هم ولكن ده اما بالنسبة للنقطة بتاعة عشان الناس اللي هي ممكن تسعل في النقطة دي فده ممكن يكون معناها ان هي كده ممكن ما تعملش الدور او في احتمال ان هي ممكن تلعب الدور ده ولكن هتكون جاية من كون موازي. فيبقى كده ان ده عندك اللي هي تلعبها بجانب اللي هي ممكن تلعبها ايما ستون. تعالى سبا الكلام عن نقطة اللي بعد كده واللي هو فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. حسب الكلام اللي انا قاعد بقوله من زمان جدا وما زلت برضو عمال اللي انا اقوله. ان هو فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس هينزل السنة الجاية الفين اربعة وعشرين يوم تسع وعشرين مارس. الكلام ده جدعان احتمال يكونوا غلط الايام الجاية. وده لان شركة سوني هي اخفة التاريخ اللي هي كتكتبها في الاكاونتات بتاعت السوشيال ميديا. فده يخليك ان انت تتخيل ان شركة سوني ممكن تخلي فيلم ده ان هو يتأجل شوية كمان. والحوار اللي حد ما برضو بالنسبة لي ممكن يكون منطقة شوية. لان لو انت مش واخد بالك فانت عندك في شهر فبراير يوم ستاشر هينزل فيلم مادام ويب. ولحسب الاخبار والتسربات اللي كنت عاد بقولها هنا في القناة من زمان جدا ان هو فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر هيكون مرتبط بشكل كبير بالشخصات بتاعت مادام ويب. وده اللي احنا هنشوفه هنعرفه في خلال الفيلم بتاعها لهنسة للسنة الجاية. ولو عايز كده الدليل بسيطة على انها ممكن يبقى لها علاقة بالفيلم بتاع سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. فخليني كده اديك شوية قدلة بسيطة. اول حاجة احنا عندنا الاخبار والتسربات كلها كنت قاعدة بتقول ان يا مادام ويب هي اللي هتجيب توبا ميجوير واندرو جارفلد وتوم هولند المايلز مورالس. وهي اللي هتكون بتربط بين العالم بتاع سونيا والعالم بتاع الام سي يو. وهي اللي هتبعت مايلز مورالس في نهاية فيلم بيونز سبايدر فيرس للعالم اللايف اكشن. اما بالنسبة لتاني نقطة وتالت نقطة فانا اقولهم كلهم مرة واحدة في نفس الوقت. وممكن تختصرهم كده في اسنا ميجا الاوهيرا. ودلوقتي خلينا اشرح له. انت عندك في خلال فيلم سبايدر مان اكراس سبايدر فيرس ميجا الاوهيرا جمع كل نسخ سبايدر مان تقريبا. ممكن تقول تمانين في المية منهم او تسعين في المية منهم من جوة المالتي فيرس. عشان يمنع التصادمات والغرض او المشاكل اللي هي ممكن تحصل في الاكوان وبعضها. او بطريقة تانية يحمل مالتي فيرس. وطبعا النقطة دي احنا فهمناه من الفيلم نفسه لما هو قال انه واحد الصغير بس مايلز مورالس عمله في كوم بتاع سبايدر مان الهندي. خلى ان هو الكوم بتاعه ممكن نوع يتضمر. ولكن لو تلاحز الكلام اللي هو قاله واللي مويلز مورالس برضو تاريح عليه فيه. واللي هو كان بيخص الخوارزميات اللي ميجا الاوهيرا هو عملها. لما هو قاله ان الاكوان بالفعل هي تتضمر وما ينفعش ان احنا ندخل عشان نحفظ المالتي فيرس. وساعتها مويلز قاله ان انت غلط لان انت مفروض ما تمشيش وراك كلام بتاع خوارزميات. كلام ده لو انت جيت عشان تفكر فيه منطقية فهو فعلا صح. وده كده بنسبة تسعين في المية يا اما تسعة وتسعين في المية في اخلال فيلم سبايدر مان بيونزا سبايدر فيرس هتعرف ان هي الخوارزميات بتاعة ميجا الاوهيرا هي فيها مشاكل او غلطات. وده لان الخوارزميات طول الفيلم شايفة ان هو مايلز مورالس ما ينفعش يكون هو سبايدر مان. وده عشان الكوة الفريدة بتاعته اللي هي مش عند اي نسخة تانية لنسخ سبايدر مان. وعشان برضو كل الحاجات اللي احنا كنا عاديم نشوفها في الافلام اللي فاتت. هو يعتبر احداثه وغير الاحداث بتاعت بيتر باركر. وده يخلينا اقولك ان هو منسبة تسعين في المية مادام ويب لو زرت في خلال جزء ثالث. فهي هتكلم مايلز مورالس وهتقوله ان هو مش غلط. لكن الخوارزميات بتاعة ميجا الاوهيرا هي اللي شايفة ان هو غلط. فتعرفوا ان هو قدروا ان هو يكون سبايدر مان. وطبعا انت هتكلم عن مادام ويب اللي هي عارفة كل النسخ سبايدر مان في خلال مولتي فيرس. وطبعا الشخصية دي لما تيك عشان تعرف مايلز مورالس ان هي الخوارزميات بتاعت ميجا الاوهيرا هي غلط. هي خلي ميجا الاوهيرا مش يعتبر هو الفيلم بتاعنا الاساسي في خلال فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. ولكن هيبقى مجرد شخص كده حصل معه الخلاف وبعد كده احنا هنشوف الخلاف ده ان هو هيتصلح. وبعد كده هو هينتقل ويقف مع الصفة بتاع مايلز مورالس. وفي دليل تاني برضو بيتكلم عن النوتة دي هقوله برضو بعد شوية. ولو قد لاحز برضو ففي نسخ كتير سبايدر مان اتأكدت ان هي موجودة جوة الفيلم ولكن النسخ دي هي مظاهرتش. منهم على سبيل المثال الشخصية بتاع سبايدر مان زي انيميتد سيريز. ولو هو بالفعل كان متأكد ان هو هيكون موجود جوة الفيلم. طب هو مظاهرش ليه? خلينا اقول لك برضو ان هو الموضوع عليه علاقة بمدام ويب. لانها لحسب اخر موسم احنا شوفناه من المسلسل ده كان بيتكلم على ان مدام ويقابلت سبايدر مان وزي ما نقول كده هي كانت المرشدة بتاعته. زي بالضفط توني ستارك في خلال عالم الام سي يو. بتخيل السيناريو اللي هقوله دلوقتي حصل بين ميجا الاهرة وبين سبايدر مان زي سيناريو ده ممكن يكون حصل بالفعل ساعة الاحداث بتاعت الجزء الاول او ممكن يكون حصل في نهاية فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس. ميجا الاهرة راح للعالم بتاع سبايدر مان زي انيميتد سيريز. وطلب منه انه هو يجي معها للسبايدر سوسايتي عشان يحفظه المالتي فيرس. وفي نفس الوقت برضو يقبضه على مايلز مورالس. فلانه سبايدر مان يرفض الكلام بتاعه. وده لانه مفيد انه عارف مادام ويب اللي هي عارفة اكتر من ميجا الاهرة في اخلال المالتي فيرس. وهي عارفة اللي بيحصل في الاكوان بتاعت مايلز مورالس وكل النسخ برضو بتاعت سبايدر مان المختلفات. وهي عارفة ايه صحة وايه الغلاط. وفعلا لما انت تجي عشان تبص على المقضوع من المنزور ده اللي هو المفوض الشخصية دي كانت تظهر. ولكن الشخصية حزفت من جوه الفيلم. وغير كده انت عندك الفيلم بتاع مادام مادام ويب هينزي للسنة الجاية. فهتحس انه سيناريو ده هو بالفعل هيحصل. وهينتهي في الاخر على ان اللي هو هيكون مع مادام ويب اللي هو بتاع هيكيب النسخ التانية برضو منه اللي هي بتاعت اللي كانت موجودة جوه المسلسل. وكزلك برضو هيجيب برضو شخصيات تانية من جوه المالتي فرس واللي هي برضو جويني ستيسي مفروض جابتهم في اخر الفيلم. واللي برضو ممكن يشمله توبي ميجواير واندرو جارفلد وتوم هويلند. وبالمناسبة برضو معنا زهور الشخصيات بتاعة بتاعت برضو معنا ان هو في خلال الجزء الثالث ممكن يصدر قدامنا بتاع البلاي ستيشن فور. وبالنسبة للعبة تاعت بشكل رسمي والكلام ده انا قلته من زمن ان هي الاحداث بتاعت فيلم سواء اكروس سبايدر فرس او بيونز سبايدر فرس هتكون بتأثر على اللعبة نفسها. وبشكل كبير ممكن يبقى فيه ترابط بين اللعبة وبين برضو الاحداث اللي هنشوفها قدامنا. وخليني برضو اقول لك حاجة تانية يمكن انت مخطيش بالك منها. ان احنا نعتبر شفنا كل نسخ تقريبا جوه الفيلم. ولكن مشوفناش كل النسخ بتاعت سبايدر مان مايلز مورالس. وكمان برضو مشوفناش كل النسخ بتاعت جواني ستيسي. معين جواني ستيسي ومايلز مورالس ظهروا في خلال مسلسلات كتير. وكوميكس كتير برضو وفي منهم من اكوان موازية كتير جدا. فعلى اقلل كده ممكن يكون تلميح برضو بالنسبة لك على ان هيبقى فيه اكتر من نسخة في خلال الجزء اللي جاي. اما دلوقتي بقى تعالى نتكلم على الكلام الرسمي اللي انا كاتبه في العلوان بتاع الفيديو. اللي هو الاحداث الرسمية اللي هتكون موجودة في خلال فيلم سبايدر مان بيونزا سبايدر فورس. واللي هي ظهرت قدامنا وتعتبر هي تسريب قدامنا اصلا ولكن في نفس الوقت اح مخدناش بنا. في من ضمن مشاهد بتاعزا سبوتة لما هو كان بيوري مايلز موراليس لمستبل بتاعه. واللي هو يعمله قدام في المستبل. كان في مشاهد شفنا فيه ابو مايلز موراليس وهو بيموت. وده بالمناسبة المشاهد اللي هيكون موجود في خلال الجزء جاي. ولو مش مكتنع ان هو المشاهد ده ممكن يكون موجود. وان هو كل الكلام اللي هقوله كمان برضو بعد شوية. يعتبر هو كلام كده فاضي. او مجرد كلام في الاول وفي الاخر ومش يحصل. فخلينا اقول لك ان هو ابو حبيبية سبايدر مان الهندي. واللي هو برضو كان يموت جوة الفيلم? المشهد بتاعه هو نفس المشهد برضو لزا سبوت كان بيوريه مايلز موراليس. طالما المشاهد ده حصل معناه ان هو المشاهد التاني هيحصل والمشاهد التاني اللي هقولها دلوقتي هتحصل. اما دلوقتي بقى بالنسبة لمشاهدة التانية فالمشاهد كالتالي. زا سبوت بيكسر العوالم او الواقع اللي هو موجود مسلا في كل كون موازي تقريبا. او الكون ده ممكن يكون الكون بتاع مايلز موراليس او اي كل اي شخصية تانية. وبعد كذا اصباط بيرمي كل حاجة على الشخصيات اللي موجودة قدامه واللي هي غالبا هيكون والفري بتاع جوان ستيسي. ومن ضمن المشاهد دي بيبقى فيه موجود مشهد موجود فيه نسخ كتير لسبايدر مان وهي ميتة. ولو ركزت شوية ممكن تلاحظ انه فيه نسخ لسبايدر مان موجودة. ولكن المشهد ده مش هتقدر انت تشوفه بجودة كويسة الا في النسخة بلوراي او في السينما. ومش برضو بعد كياه مشهد لسبايدر مان ماليزي موراليس. وفيه مشهد تانية كتير بيوريك برضو اللي ساسبط هيعمله. ولحسب توقيع الشخصي بالنسبة للشخصية اللي ممكن تزم زاسبط في خلال الجزء اللي جاي. فممكن بالنسبة للشخصية دي تكون هي كوزميك سبايدر مان. واللي هي تعتبر من اقوى النسخ بتاع سبايدر مان اللي موجودة جو الكوميكس. وطبعا كلامي هنا مش قصد بيه ان هو زاسبط مش هيموت غير على ايده هو بس. ولكن برضو هيبقى موجودة الفريق بتاع بالنسخ اللي هي جمعتها. وغير كده برضو ممكن يكون عندك توب ميجوير واندرو جارفلد بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية. وغير كده ممكن يبقى عندك مع برضو النسخ الموزي منه واللي هي كانت موجودة جوه المسلسل. وغير كده برضو النسخ سبايدر مان مايلز موراليس سوا بتاع تبليستيشن فور او حتى كمان برضو اللي كانت موجودة في خلال المسلسلات القديمة. وده يفعل كده برضو النسخ اللي هي كان بان عليها ان هي ميتة. غالبا بشكل كبير ممكن تكون النسخ دي تابعة ميجا الوهيرا. اللي هي كانت موجودة في خلال فده برضو ممكن يخليك ان انت تفهم ان هو ميجا الوهيرا هيكون برضو مع سبايدر مان مايلز موراليس. فالفيلم حرفيا هيكون عامل زي الفيلم بتاع كل النسخ ضد شخصية واحدة كبيرة جدا ولا الشخصات تعد زا سبوت. ولو انت معتقد ان هو الفيلم هيكون عامل زي الفيلم انت من ان زاس بكونت مينيا. ان هو ميجا موراليس وجواني ستيسي هيدور ان هما المسلا يهزموا زا سبوت عشان هما اللي اتنين بيحبوا بعض والكلام ده. فالكلام ده احب اقول لك ان هو غلط. حتى الفيلم ده او الناس بتقلل منه ولكن الفيلم ده هيكون جامل. عشان كده كانوا بيجهزوك في خلال فيلم سبايدر مان اكروز سبايدر فيرس. ولو هتتكلم على حسب الكوميكس من الشخصية اللي قدرت ان اقتل الشخصات تعد زا سبوت. فقدر اقول لك ان احنا عندنا الشخصات تعد كارنيج هو اللي قتله. ولكن الصراحة ما اعتقدش انه هيكون فيه اي سيمبيوت ممكن يظهر في خلال الجزء الثالث. ولا فيلم ولا كارنيج ولا الناس دي كلها. لان الفيلم ده هيكون مركز على كل نسخ سبايدر مان ضد الشخصات تعد زا سبوت. عايز اعرفكو برضو انه على حسب الكلام بتاع المنتجين نفسهم ان هو كيفين فاجي هما انعرضوا عليه الفكرة بتاع تعلم الانيميشن. وكيفين فاجي وافق ان هو يساعدهم في العمل اللي هما ناعدين بيعملوا اللي هو اكروز سبايدر فيرس وبيوند زا سبايدر فيرس. فاللوها بطريقة او باخرى ممكن يلمحلك على انك ممكن قدام تشوف شخصية عاملة زي دكتور سترينج او كانج زا كونكرر. في خلال فيلم سبايدر مان بيوند زا سبايدر فيرس. وفي حالة انه دكتور سترينج هايزر يا اما هيكون زا ما احنا معارفين. يا اما هيكون بنفس بتاع مساحس الواطف. يا اما هيكون زي الفيلم بتاع دكتور سترينج تو. في خبر كمان برضو لسه نزل من المنتجين الرسميين اللي هو فيل وكريس ميلر. وعلى حسب اللي هم من اكدوه فهو في خلال فيلم سبايدر مان بيوند زا سبايدر فيرس هيبقى فيه اكتر من نسخة للشخصية بتاعت جويني ستيسي. وخلي بالك ان انا قلت هنا ولكن مش سبايدر جوين. يعني اما ممكن تكون نسخ عاديا اللي هي نسخ مسلا عاملة زي اللي زارت في خلال اللي هي ما عنداش اي قوة. او وده اللي احتمال للاغلب بالنسبة لي ان هي النسخ اللي هتظهر هتكون النسخ بتاعت سبايدر جوين. لو هتتكلم عن نسخ الفاريانت بتاعتهم ففيه نسخ كتير جدا احنا متوقعين انها هتظهر. وطبعا اول نسخة واللي هي النسخة بتاعت اما ستون جويني ستيسي. واللي هي تعتبر حبيب اندرو جارفلد. والنسخة تانية بالنسبة لي على حسب اللي انا متوقعه وممكن تكون النسخة بتاعت جويني ستيسي اللي زارت في خلال فيلم بتاع توب اميجوير. والنسخة تالتة من جويني ستيسي وعالحسب توقعه شخصي ممكن تكون النسخة بتاعت سباكتكولر سبايدر مان. وده لان هو ظهر بنفسه جوه الفيلم. وكمان برضو متوقع زهور الشخصات بتاعت سبايدر جوين اللي هي كانت موجودة في مسلسل مارفل سبايدر مان. وطبعا ده بالاضافة للنسخ التاني بتاعت سبايدر جوين او جوني ستيسي اللي هتبقى موجودة جوها الكوميكس. يعني الموضوع مش هبقى شامل افلام ومسلسلات بس. بس كده يكون فيديو نور ده خلص. لو عاجبك الفيديو حط لايك على الفيديو. واشترك في القناة لو انت لسا مشتركتش. وتأكد ان انت انفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل. عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. وعندك حسابات السوشيال الميديا موجودة تحت في الديسكريبشن. وزهرة قدامك دلات على الشاشة. ممكن انت تباني عليها. ولو عندك اي رأي اكتبوا ليه تحت في التعليقات. كده كده برد على الكل. واشتوفكم المرة الجاية. وبيس.